هل تتراجع اسعار الدواجن بعد نهاية عيد الفطر المبارك؟ سؤال عند ناس كتير جدا جدا يسألوه خلال هذه الفترة. اهلا بكم مشاهدي ومتابعي تلفزيون وطن في كل مكان وخدمة اخبارية جديدة. كل عام حاجاتكم طيبين وبخير. بدأنا العيد والعيد الفرحة والفرحة يعني فيها دواجن والحوم والقبال كمير على شراء المنتجات الاغذائية المختلفة. والسؤال طبعا اللي بيشغل تفكير الناس كتير جدا جدا هو اسعار الدواجن هيبقى نظامها ايه بعد العيد. وزي ما تعودنا معاكم في الوطن ان احنا دايما بنجيب الكلام من المصدر نفسه هو اللي بيجيبنا على هذا التساؤل. عشان نعرف اكتر بيسعدنا يكون معانا عبر الهاتف استاذ سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية اهلا بيك استاذ سامح. اهلا وسهلا بك اهلا بسيادك استاذ المستمعين. كل عام حاجة طيب طبعا من ناس بتعدي الفطر المبارك ويعني اكيد احنا في مصر تحديدا الاعيات كلها مرتبطة بالاكل والشرب بشكل من خاص يعني. ولكن من الان الكلام عن الدواجن وكفرها كلام كتير خليل الشهور اللي فاتت. ايه التوقعات الخاصة باسعار الدواجن بعد نهاية رئيج ان شاء الله? لا اه ان شاء الله اه اسعار الدواجن مستقرة في السوق الفطر الحقيق. واحنا اه بننتج واحد وخمسة من عشر مليار دجاجة سنويا. والافراجات الجمهورية اللي تمت الفترة الماضية كانت تكفي بزيادة المعروض. تمام. وبدخول الدواجن المجمدة البرازيلي في خلال شهر رمضان دي عملية استقرار بالسوق الخاص بالدواجن في مصر. تمام. وفي بعض المقترحات اللي تم مناشتها وكان في اجتماع مع السيد مساعد اول وزير التموين الدكتور بعمل عشماوي. بطرح الدواجن على البورسة السلعية المصرية. وضم ايضا الاعلاف على منصة البورسة السلعية المصرية. طبعا. مما هيقلل لي حلقات التداول المتعددة. اللي هي بتسبب لي افتفاعة الاسعار الخاصة بالدواجن. احنا على فكرة جامعاتنا مداخلة بكده وكننا نتكلم عن موضوع الحلقات المتعددة ده. وكان مرضو كان فيه اقتراحات في هذا الشأن. هل في تطور في القضية دي ولا لسه? نعم افنين. هل في تطور في هذا الموضوع لان كنا بكده عملنا مداخلة مع حضرتك برضو من فترة. قلتنا على اقتراح شبيه عشان تقلله الحلقات اللي بتؤدي الى ارتفاع الاسعار. هل فيه تحرك فزق ايضا ايضا اقتراح من ضمن الاقتراحات اللي تمت الموافقة عليه. وانا اتقابلت مع السيدة الاستاذ علي شاكر رئيس البورسة السلعية المصرية. وطلقت منه ان التسجيل على هزي الملصة يكون تسجيل مجاني. جميل. والفعل تم الموافقة عليه لان انا عاوز اشجع الناس الموبيين او المددين الى التسجيل في البورسة السلعية المصرية. اه هدك قلتني فيه بتفضل. بعض المقتراحات التانية اللي تم طرحها وده تم طرحها مع السيد الوزير. الزراعة ونائب وزير الزراعة المهندس مصفى الصياد. وكان على التالي ان هو يجب ان ينفس قانون سبعين لسنة الفين وتسعة وهو الخاص بمنع تداول الدواجن الحية. وده قانون سبعين لسنة الفين وتسعة وتحويل محلات الدواجن الى البيع المبرد والمجمد. منافس بيع يعني تحول الى منافس بيع. بالضبط كده احنا مش هتقولها نقفل محلات احنا بقولها يتم تحويلها الى اه البيع المبرد والمجمد مما هيقلل لي الحلقات المتعددة اللي هي بتسبب لي ارتفاع السعر يا كاد انا عندي فجوة سعرية ما بين المزرع الى المستهلك حوالي خمسة عشرين جديد. تمام. طيب برضو حاليك متوقع بتقول فيه استقرار ان شاء الله يكون موجود في الاسعار. ايه الاسباب اللي متؤدي الى هذا الاستقرار المتوقع خلال الفترة جاية ان شاء الله. لا المعروض عندنا اه موجود من الدواجن الاسعار الفترة القادمة يعني هتبقى ثابتة. واتمنى اللي هي تبقى ثابتة على كده. لان انا مش عاود طبعا ادور المستهل او المنتج او المربي لان لازم اشجعه ان يدخل في دورات جديدة. جميل. هل متوقع فترة جاية تتغير الاسعار مرة تانية اه او ممكن تنخفض اكتر خلال فترة جاية خصوصا في ظل ان فيه الدواجن البرازيلية موجودة في السوق? لم يتم زيادة الاسعار الفترة القادمة. تمام يعني ده خلص ده قوضا واحدا. بل سيحدث استقرار في الدواجن الفترة القادمة وتم افراجات جمهورية على كمية من الاعلاد بحالة 90 مليون دولار واعلن عليها السادة الوزير وبالفعل دي هتعمل لي عملية ديادة في الانتاج اكتر وهوصل لانتاج 4 مليون ونص دجاجة يوميا بخلاف الفترة السابقة لانتاج حوالي 2 مليون ونص دي لانتاج وصلنا ل 3 مليون ونص دجاجة وهنوصل للا 4 مليون ونص دجاجة. ده الرقم المستهدى في الفترة الجاية. اه وهيبقى في اكتفاء ذاتي من الدواجن في مصر. اكيد طبعا يعني اخبار سعيدة جدا جدا. وطبعا يعني حلويتها هنجع مع فرحة العيد. اكيد بنشكرك استاذ سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في غرفة تجارية. والشكر موصول لكل مشاهدي ومتابعة تلفزيوناتهم في كل مكان. منتظرونا في خدابات اخبارية جديدة. وكل عام لحضراتكم بخير. اشتركوا في القناة